اهلا بكم مشاهدينا في الحياة الان اهم واخر اخبارنا الواردة الينا حتى هذه اللحظة قال محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنباثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجنة توافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين على ان النظام السياسي سيكون متوازنا بين الرئيس والبرلمان والحكومة اي مختلط شبه رئاسي يعطي مساحة للبرلمان واضف عبدالعزيز في تصريحات اليوم معاقب انتهاء اجتماع اللجنة انهم فيما يخص اختيار رئيس الوزراء اتفقت اللجنة على ان رئيس الوزراء يختار من قبل حزب الاكترية في البرلمان ويجب ان يحصل على موافقة 51% من مجلس الشعب فاذا فشل يسمي البرلمان رئيس الوزراء ويعرضه على نفسه ويشترط حصوله على 51% فاذا فشل يختار رئيس الجمهورية اسم رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان وفي حالة فشل الحصول على نسبة 51% يعتبر البرلمان نفسه محلولا واضح عبدالعزيز ان اللجنة اتفقت على انه يحق لثلس البرلمان ان يقترح صاحب الثقة على الرئيس الجمهورية التي تسمي بالدستور عقد انتخابات رئاسية مبكرة وفي حال موافقة ترسي البرلمان يعرض الامر لاستفتاء شعبي واذا وافق الشعب على انتخابات رئيسية مبكرة يصبح رئيس الوزراء رئيسا للبلاد لمدة 60 يوم تجرى فيها الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر